رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة واللي بتخلي مجالس العلم تزداد نور وبركة وفضل ونعمة ودائما إن شاء الله تفضل مجالس العلم مالية حياتنا وسع وتوفيق وسداد إن شاء الله وفتح أول سؤال كان وصلنا بيقول كل ما تكلم عن الصلاة مع زوجي تحصل مشكلة في بيتنا السؤال ده مهم شوي ليه السؤال ده مهم لأن إحنا عندنا وكأن في عقل الزوجة حصل تعارض ما بين حاجتين ما بين قوله تعالى وتعاونه على البر والتقوى ولا تعاونه على الإثم والعدوان فهي عايزة تعاون على البر والتقوى مع زوجة زوجة اللي هو في الحقيقة الستات خلينا أقول للرجالة حاجة مهمة جدا الستات بتعتبر إن الرجالة بالأساس هم من مصدر البركة في البيت لو الرجالة عملوا معصية أو تركوا حاجة الستة بتحس إن هي عندها تهديد كبير ولذلك تعالوا أفهمكم جزء من نفسية المرأة هي ليه المرأة بتقول أنا عايزة أتجاوز واحد يتق الله فيها لأن معنى إن هو يتق الله فيها البيت هيكون في أمان أمان مين؟ أمان الله بالبركة والنور اللي تعم البيت كله ولذلك تجد عبارة واضحة قوي في كلام الستات أنا حاسة إن البيت ما فيهوش بركة لما الزوج مثلا يجيب فلوس مش من مصدر حلال أو إن هي تشوف الزوج مثلا ما بيطاعش ربنا فتحس تقول لك أنا حاسة إن البيت ما فيهوش بركة طيب هي مش بس بتسألني هي ليه حق إن هي تكلم جزء في مسألة الصلاة ولا لأ نعم لا حق بس المسألة مش مسألة إن أنت يديك حق ولا ملكيش حق المسألة كيف ستكلمين زوجك لازم تكلمي زوجك فلا تكوني عونة لنفسه الأمارة بالسوق عليك إزاي تكون عونة لنفس الأمارة بالسوق عليه تكوني عونة لنفس الأمارة بالسوق لما يحس إن إنت وإنت يتكلمي على الصلاة إيه اللي حاصل؟ إن إنت هو مش مال عينك فده أول محزور ما تعملش كده أو تاني محزور تحسسيه إن إنت عايزاء وكأنه بقى شيء ملوس يحس إن هو ملوس تالت حاجة ان انت ما تعملهاش ان انت ما تحسسوش وانت بتتكلمي معاه عن الصلاة ان اهم حاجة ان البيت يبقى سلطه ان فيه ناس بتصلي مش مسألة ان انت حريصة على ان هو يكون فيه عون ومدد المدخل اللي انا برد ارشحه لحضرتك ان انت تقولي لزوجك كده انا حاسة ان انت هترتاح قوي 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 وخاصة في المشاكل اللي عندك ده لو ان حضرتك لو انك انت قربت من ربنا انا شايفة ان القرب من ربنا ده يخلي حياتنا افضل انا حاسة بان انت فيك حياة جميلة جدا 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 وده لو حصل هيكون فيه خير كبير احنا بندفع بالتي هي احسن دايما ندفع بالتي هي احسن ندفع الشر وندفع عدم البركة اللي ببيوتنا بالخير اللي ربنا سبحانه تعالى بيجريه على قلسنتنا ونعيش في ظل وقوله للناس حسن جزي على فكرة ممن الله سبحانه تعالى يطالبني باننا اتكلم معه بالحسن نعم السؤال اللي بعد كده السؤال جاننا برضو بيقول خطيبة ابني ممكن هما ناس فؤراء خطيبة ابني ناس فؤراء هي واهلها هل ممكن اديهم زكاة زكاة المال زكاة المال بتاعتي ده سؤال حسن جدا جدا لانه ممكن يختلط على الناس خطيبة ابنك غير ابنك خطيبة ابنك خطيبة ابنك ده ليست من فروعك ولا من اصولك لكن خطيبة ابنك هي واسرتها دولة ناس لا يجب عليك النفق عليهم اللي بيانتنع ان احنا اديهم زكاة هو من تجب نفقتهم علينا خطيبة ابنك مش مما ان تجب عليك نفقتهم ونزلك اللي حاصل اللي حاصل ببساطة وبيوس ايه اللي حاصل ان يجوز ان انت يدفع ليهم الزكاة بس بشرط ايه بشرط الاولاني انهم يكونوا من الاصناف التماني يعني يكونوا فقراء انت حدك قلت على قد حلوم فيجوز ان انت تدفعي في ليهم الزكاة امر التاني اني لما ادفع لهم الزكاة توصل اليهم ما يكونش انا بادفع الزكاة مثلا وديها الابني عشان يشتري لها حاجة لا أنا لازم أتعلمهم في إيديهم وهل لازم بقى السؤال بقى اللي بيجينا كتير وبيسألونا عليه الناس كتير أنا بخاف أكسر خاطر الناس وهل لازم لما أدي الفلوس للناس أقول لهم إن هي دي زكاة الحقيقة مش لازم مش لازم لإن فيه ناس بيكسك خاطرها لما أقول لهم إن الفلوس دي فلوس زكاة يبقى الحل هو إيبقى إن أنا أدي لهم الفلوس دي من غير ما أقول لهم إن هي فلوس زكاة يبقى إذن دول حاجتين لازم أعملهم إن أنا أشوف الأول هم من أصناف التمانية ولا لا تاني حاجة إذا كانوا هم من أصناف التمانية أدي لهم الفلوس في إيديهم مش أديهم لحد يعمل لهم بيها حاجة لا أنا أدي لهم الفلوس في إيديهم السؤال بعد كده السؤال برضو مهم جدا سيدة فاطلة بتقول أنا ابني في السنوية العامة والعيد والامتحانات والعيد هي في الامتحانات أو الامتحانات هي في العيد نعم يبقى ابني في السنوية العامة وإيه اللي هيحصل ويكون الامتحانات في العيد إحنا عندنا وعندنا دلوقتي إحنا بقلنا سنوات إيه اللي حاصل بنحافظ على الأضحية بس إحنا المرة دي إحنا حسين بالاضطراب وحسين بالقلق وكأننا مش قادرين نعمل أضحية مش قادرين نعمل إيه؟ نعمل أضحية طبعا نعمل إيه بقى؟ هنعمل إيه في الأضحية دي؟ هل إحنا نضحي؟ وإحنا مش قادرين بسبب الظروف اللي إحنا فيها دي إن إحنا نضحي؟ ولو ما ضحيناه شعالا هيكون علينا ذنب ولا لا لازم نعرف في مستويات للأشياء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر بها صلى الله عليه وسلم من الحاجات اللي حضرت النبي بفعلها حاجات بتكون سنة بس قد يختلط إن هي سنة لأن رسول الله حافظ عليها دائما فده بتتسمى إيه بقى؟ بتتسمى سنة مؤكدة الحاجات اللي حضرت النبي فعلها وهي ليست واجبة زي إيه؟ ببساطة قال زي الرواتب الصلوات الرواتب الصلوات الرواتب التي بعد الصلاة الصلوات الرواتب التي بعد الصلاة ما لها يا سيدي؟ دي من السنن المؤكدة يعني إيه من السنن المؤكدة؟ يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يتركها أبدا ولكنها ليست واجبة يعني إيه ليست واجبة؟ يعني إيه حضرت النبي ما سبهاش خالص ويعني إيه ليست واجبة؟ ليست واجبة بأن الإنسان إذا فعلها أثيب عليها طب وإذا تركها لا ما يبقاش آسف ولزاك السؤال اللي حديك بتسأله لنا لما طب ابني بقى لو احنا انشغلنا مع ابننا عشان استمارة عامة وما قدرناش نتبح هل هيكون علينا ذنب لا مش هيكون علينا ذنب طيب هل في حالة تانية اه ممكن ننيب حد او نوكل حد ان هو يتبح عننا طب واذا ما وكلناش حد يتبح عننا ويعمل الاضحية ده هل هنكون آثمين لا ليس اثما لان الاضحية على المختار في الفتوى هي من السنن المؤكدة من السنن المؤكدة يعني ايه هي سنة لا يأسم من تركها ولكن رسول الله سلم واضب على فعلها دائما نعم يبقى احنا لازم نكون بهذه الطريقة وبهذا السياق معانا ام ماليكة ام ماليكة معانا ام ماليكة ايها ازايك يا دكتور فضل ونعمة الحمد لله تفضلي الحمد لله انا بايز حضرتك جدا والله ربنا يرضى عنك يا ام ماليكة الله يخليك لا اصلاحتي يا فضلت السيخ انا عندي كم سؤال كده اتفضلي انا الحمد للرب العالمين كل يوم عملا لي ورد قرآني ورد استخفار اتبصل لي الخمس فروض الحمد لله الى حد ما عملا اللي علي بلسبة بسيطة من ناحية ربنا بس طبعا انا عندي اتنين وعشرين سنة فانا سمعت ان لبس البناطيل والحاجات اللي هي مبهرجة حرام ولبس البناطيل مش الديقة اللي هي رجليها واسعة ان الواحدة بتبقى مطهودة من رحمة ربنا دي نقطة فانا عايز اعرف لبس البناطيل في الشرع حلال والله حرام ولو ينفع يتبس بأي طريقة اجاوب تمام اه اللو مكياش بسيط ممكن حاجات بسيطة ده برضو حلال والله حرام اه وفي حاجة كمان بالنسبة لمفرجة التلفزيون مسلا بسمع بعض اغنية اه مسلسلات والاسلام بس الحاجات اللي ما فيهاش اباحية فحضرتك ده برضو حلال والله حرام طيب ايه تاني اخر حاجة بقى اه ولا كده خلصنا الكعب العالي الجزء فيها كعب عالي فطي يعني انا يعني عيد اعرف بس عشان ما بقاش مرتكبة حرمانية حاضر اجاوب على حضرتك على كل الاسئلة دي اول سؤال مليكة بتكلمني على البنطلون انا بص يا ستي انا في لبسي في الثياب بتاعت الرجالة والستات احنا عندنا مفهوم اسمه ستر العورة ومفهوم ستر العورة بالنسبة للانساء قال لا يصف ولا يشف من اللي فين كل الجسد معادة الوجه والكفين معادة يبقى الوجه والكفين وكل الجسد يبقى مستور مستور بما ايه؟ بما لا يشف ما يبقى يلش لون الجلد ولا يصف يصف يعني ايه؟ ما يبقاش ملزق كأنها مش لابسة هدوم يبقى عندنا هو يبقى الحدود كل الجسم معادة الوجه والكفين هما دول اللي يبقوا ظاهرين الحاجة التانية لا يصف ولا يشف طيب يعني ايه؟ لا بقى الاوصاف دي تطلع في البنطلونات ما فيش مشاكل يطلع في الجبات ما فيش مشاكل يطلع في الازدالات ما فيش مشاكل اللي يطلع فيه التاييرات ما فيش مشاكل يطلع في مطرح ما يطلع احنا ما عندناش حاجة نوع معين من الثياب نقول ده صح او ده غلط احنا عندنا اوصاف للثياب تاني كده يعني احنا ليس عندنا ديزاين معين احنا عندنا اوصاف للثياب هل كلام واضح؟ فده السؤال الاولاني الشرطين اللي انا قلتهم دولة ينفعوا يتوفروا في المنطلونات ينفعوا يتوفروا في البنطلونات ينفعوا يتوفروا في عدوم تانية ينفع يتوفروا في عدوم تانية وده اول حاجة اول سؤال السؤال التاني المكياج احنا عندنا قوله تعالى إلا ما ظهر من يبقى عندنا الزينة يجوز انه يبقى فيه زينة ظاهرة وضرب لها مثال سيدنا سيدنا عبدالله بن عباس بالكحل واستقرت الفتوى على ان اي نوع من انواع الزينة الذي يشبه شكل الانسان في حال الصحة والعافية فليس فيه شيء يعني في الغالب السيدات فيه نوع كتير من السيدات بتحط الكلام ده عشان ما يبانش عليها المرض او التعب او الارهاق فاذا كان الكلام ده بيكون بيرجع الوجه الى شكله الطبيعي بدون ما يكون فيه شيء مضيف فيعمل اثارة فده جائز وليس فيه شيء السؤال اللي بعد كده مشاهدة المسلسلات التي لا تشتمل على شيء فيه نوع من انواع العري او شيء من هذا القبيل فهو جائز لان مشاهدة المسلسلات دي حكايات وخاصة لو كانت الحكايات دي تفيد او ان هي تجعل الانسان يستفيد من حكمة الحياة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع السيدة عائشة ويبتحكي مشاهد من او قصص لحكايات لزوجات نفس الكلام نفس الكلام وكأننا بنشاهد مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحكيها السيدة عائشة فانا جاوبت على اسئلة حضرتك وان شاء الله ربنا بارك من معنا استاذة مونة من الشرقية تتفض السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ مونة اتفضلي انا جوز متوافي من الفين وخمستاشر ولي اربع اولاد تلاتة اولاد وبنت الله يرحمه ان شاء الله يبنا بارك لك فيه ويجوين عليهم الاولاد الثلاثة متجوزين والبنت متجوز فيه ولد منهم يعني ما بيهيده علي وانا ما كان فيه سبب انه هو بي ادي به حاجة من شائط اخوه لما رفض فامد ايده علي وقصر لي اثماني اوز بالله حتمت معاه فترة ويجي صلحني نهار ايد الام وقويسة معاه بس يجيب الحاجة وطلحها على اولاده فوق طالع نازل هل اني مثلا لما يكون عندي حاجة في البيت وحرمته منه يعني مش اديت ان هو يأكل منه اتحسن رغم ان هو اولاده فوق ويعد علي بيها لا سببيني اكلموا بقى لان بصراحة الراجل ده محتاج يعني محتاج يعني يخلي بالهم الربين اسمع تعالى يعني يلسن يلسنه صليق علي اي حاجة اتكلم اي حاجة اتكلم معايا كده رغم ان احنا ربنا اعلم ان انا كفحت وربتهم وعلمتهم ربنا يجعل ده في ميزان حسناتك يا حجمونا ربنا يجعله في ميزان حسناتك وان شاء الله ما تزعليش ولا تحزاني كله في ميزان حسنات حضرتك وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل ده نور وبركة وفضل ونعمة في الدنيا في الاولى وفي الاخرة ان شاء الله اول حاجة اتق الله يا ابني انت انت ليه مختر كده انت ليه متصور يعني حتى لو هي عملت اللي عملته حتى لو هي يا سيدي عملت لها مشاكل مع امراتك حتى يا سيدي لو هي اصلا كانت وقفلك في جواستك حتى يا سيدي لو ان هي انت مش عجبك طريقة تفكيرها يا رجل اختشي استحي من الله استحي من الله سبحانه وتعالى اللي حسبك حساب عسير على امك حسبك حساب عسير على اسائة الادب معاه يا راجل اتق الله ايه اللي انت عملته ده تضربه وتكسر به سنانة يا اخ انت جايب اسوة القلب دي منين يا اخ الاتق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول وقدر ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين احسانا وانت يا راجل تضرب امك وتكسر له سنانها ماذا تفعل اذا جانا الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا خصيمك ده الرحم استغاست بالله فقال لها ألا يكفيك أن أصل من وصلاقي وأن أقطع من قطعك متصور أنه يبقى فيه بركة في حياتك ولا يبقى فيه رحمة في حياتك ده ده اللي أنت شايفها دي هي السبب رحمتك في الدنيا وهينادي المنادي ربنا يبارك فيها ويكتب لها الصحة أنت إزاي طقي نفسك كده وبعدين ست تسأل إننا لو إننا ما ديتلوش حاجة أنا عليها زنب لا معركيز زنب هو اللي جاحد هو اللي مش عارف يعني إيه حمل ولادة هو اللي محتاج للأسف يتربى وأنا أقول لك إذا لم تعد وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتطيب خطر خطر والدتك لا تنتظر إلا أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليك من يؤدبك من الأيام والليالي فاتق الله تق الله سبحانه وتعالى يعني أنا مش عارف هتعمل إيه أمام الله سبحانه وتعالى السيدة محسامة تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم محسامة تفضلي حضرتك يا دكتور أنا جوزي متغرب لي كتير يعني جيب تقريبا 12 سنة وكنا معاه فترة وبعدين نزلنا من 7 سنين بس هو بيجي كل أجازة كل يعني يعني بيقعد عشرين يوم أو شهد على حسب أجازته طبعا دكتور حضرتك بقى في جافة بنا أنا بصراحة ما بقاش فيه ثقة شوية يعني أنا ممكن أفتح التريكون من وراه أنا عارفة إن ده حرام بس آخر مرة شفت إنه هو في مسجد يعني هي مفهاش حاجة هو بيقول إن هي دي خطيبة واحد صاحبه بس آآ وهو بيدعمها يعني خطيبة واحد صاحبه وهو بيدعمها نفسيا يعني يعني مش بيدعمها نفسيا يعني بيهزروا أو حاجة معرفش آآ يعني بيهزروا يعني إيه يعني مسجد عدية مش أي مشكلة طب يا بنت إيه اللي معادك معادك هنا ما بتروحيش معا ليه هو يا دكتور أنا بحيل عليه يبقى هو الحل اللي أنت تصرني اللي أنت تقول إنتوا لتنين مع بعض بسر يا دكتور ما فيش أي فايدة أنا ليه سنين على الموضوع هو يتق الله سبحانه وتعالى ما يحطش نفسه في الفتنة عارفة الفتنة هي إيه؟ مش الفتنة المتعلقة بالعلاقة الخاصة يعني مش من التهم وأنه هو يروح ولا عايز بالله يعمل فحشة ولا يسيء أخلاق لكن الفتنة الجفوة الغربة فتنة يا بنتي والله يا حضرتك أنا حتى طلبت منه إن إحنا نيجي لحضرتك في مركز الإرشاد الزواجي وهو رفض طبعاً هو قال لي أنا مش عيان أنا مش عفقت له مش مشكلة لا إحنا أصلاً في مركز الإرشاد الزواجي بنتعامل مع الصحاء مش مع العينين العينين ما كانهم العيادات الطب النفس لا أبقى أسهم غلط حضرتك طيب يا بنتي سأليني سؤال يا بنتي سأليني يا محسن سؤال أنا حضرتك طبعاً حتت إنه هو ياخد نديلة مش قبل ثلاثة أربع سنين طبعاً أنا أولادي حيبقى وقتها في سنوية عامة طيب سؤالي طيب سأليني سؤال أسأل حضرتك فألقادي أتمنى من حضرتك إن أنت تدلوا بالهداية بس وم أنا عديره أكلمه أنا عديره أكلمه دلوقتي يا سيد العزيز يا سيد العزيز أنا أقول لك كلام كده واضح وبقول لكل المغتربين اللي هم بيفكروا بنفس التفكير يا سيدي لا تفتح باب الفتنة عليك وعلى أهل بيتك الفتنة أكبر بكتير من إن حد فيكم ينحرف أخلاقياً في حاجة اسمها فتنة حرق القلوب فتنة الجفوة يا سادة ده إحنا بنسعى ونتجوز وندفع عشان نبقى قريبين من بعض ونيجي عشان شوية حطام من الدنيا نفارق بعض يا سيدي يا زوج المحسام اتق الله اتق الله فيها وفيك وأنا منتظركم لما تيجوا في مركز الرشاد الزواجي وإن شاء الله ربنا يجعل كل خير يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن إظهار الحب كأحد أهم فنون تجديد الزواجي يا رب جعلنا دايماً نقول لأحبابنا احنا بنحبك بالكلمة والتصرف والهدية واللمسة كل حاجة الأزواج والزوجات محتاجين يتطمنوا محتاجين أمان محتاجين احترام محتاجين اهتمام محتاجين تأدير محتاجين اكتفاء محتاجين كل حاجة يحسوا بيها إن الزواج محسسوا منهم في حياة كاملة موصولة بالله سبحانه وتعالى يا رب كرمنا وجعلنا دايماً نعيش إن الجواز نعمة أوسع بكتير من السواد اللي في خيالنا وإن الجواز نعمة لسه فيها خير كتير وبركة ونور ووسع رب وسع علينا وسع صدرنا عشان نقدر نشوف النعيم اللي حضرتك يا مولانا النعيم يا سيدنا وغياسنا اللي وضعتهن في بيوتنا وفي زوجتنا وفي أزواجنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا برؤية نعمة الزواج في كل وقت وحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة